الدول والشعوب تضع بصمة هويتها على العالم ومجتمعاته بما تملكه من وسائل ومقاومات إثبات الهوية وترسيخها ونشرها فالهوية بمكوناتها من المؤثرات في سمات الشخصية هي التعريف لصاحبها فكرا وثقافة وأسلوب حياة فإذا كانت الهوية واضحة مستقرة اكتسبت الثبات والرسوخ وإذا كانت مضطربة ومتناقضة جعلته يعاني حلالا وتميوعا فالهوية هي التي تحفظ سياجة الشخصية إن الانتماء للهوية العربية ليس ثيابا نلبسها ونخلعها حين نشاء بل هو جلد جسمنا الذي لا نستطيع تغييره مهما استخدمنا من عمليات وأدوات مصطنعة وفي ظل الصراعات والأحداث التي تمر بها المنطقة العربية فإن مشاعر اليأس في ازدياد المستمر بين العرب حول هويتهم بل وتصل ببعضهم إلى حد البراءة من إعلان انتمائهم العربي وإلى تحميل العروبة مسؤولية تردي أو ضاع أوطانهم ذلك ناتج عن مشكلة الخلط بين الانتماء الطبيعي وبين الظروف المصطنعة بين العروبة الحضارية وبين الأنظمة والحكومات بين الهوية الثقافية وبين الممارسات السياسية فلم يعود يتشبث كثير من العرب بالهوية في وقت تعصف بهم تحديات سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية شكلت مقويمات هوية جديدة أسست الفوضى والخلافات والمتابع لما يجري على الساحة العربية يلحظ وبوضوح ما تسعى إليه بعض الدول لبث الفرقة بين العرب وإبقائهم تحت ضغوط سياسية وفي حالة توتر دائمة لنسيان أو تناسي ذلك الانتماء ماضيا وحاضرا ومستقبلا بأنهم أهل أرض وحضارة هي مهبط الرسالات السماوية وأن بإمكانهم العودة إلى مجدهم التليد